اشتركوا في القناة نسلط الضوء على سيدات مجتمع هون عنا بالسلط ناشطات ايش اللعبة اللي عم بلعبوها الحج هون عم بلعب لعبة المنقلة صباح الخير حج كيفت يا هلا يا مرحبا هلين كيف الكورونا والله الحمد لله ما في عنا قليل يعني ايش عم تلعبوها اللعبة المنقلة هاي هي من اقدم الالعاب اللي بتلعبوها بالسلط ولا بالبلقاء بس ولا بأماكن ثانية كمان بالاردن نعم والله عنا الدكتور بيعرف اكثر طبعا هاي لعبة المنقلة من العاب الشعبية السلطية القديمة المتوارثة عبر الأجيال واللي ما زالت شاهد على ثقافة وتراث مدينة السلط طبعا هاي دخلت علينا اللعبة قبل حوالي 400 عام مع دخول العثمانيين ولا زالت تمارس هنا في منطقة ساحة العين طبعا هي لعبة سلطية بامتياز احنا طبعا نبتخر فيها لانه حافظنا عليها ودربنا عدد كبير من الأطفال والطلاب المدارس لحتى نقولها طبعا لأجيال القائد منه إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور إذا خلونا ندخل عند مرح صباح الخير يا ست الكل شو هالجمال هذي والأشياء الحلوة صباح الفل أهلا وسهلا حبيبتي شرفتينا خبرينا أكتر عن محل هذا الموجود اليوم خبرينا عن خيرات السلط بيت خيرات السلط وهذه المشاريع الجميلة هلا إحنا هون مشروعنا له تقريبا ثلاث سنين مشروعنا يبيهدف أنه لتمكين المرأة اقتصاديا في السلط هلا إحنا تقريبا نأخذ لأكتر من 52 سيدة مثل ما بتشوفي مثلا من عيد إحياء كتير من القطع اللي هون القديم منرجع نعملها على ديزاينر جديد من مثل الصابوين مثل الخزاف مثل الغربيل مثل الطباق مثل الثواب مثل الشماغات إشي كتير زي هيك كم سيدة تقريبا مستفيدة من المشروع؟ تقريبا تقريبا 52 سيدة حاليا نعم وكيف شايف الوضع يعني كيف شايف اليوم الحركة كيف شايف اليوم الإقبال على كل المنتجات اليدوية على المنتجات القديمة على التراث هلأ هو كان في فترة كتير عليها كتير إقبال كبير بس للأسف إجاد جانحة كورونا واتطرينا أنه إحنا يعني نهدي شوي نعم حيبتي يعطيك ألف عافية أنا هلأ بدأ أنتقل معاكم ومن هذا المكان الجميل زي ما أنتوا شايفين عوامر صديقنا العزيز عم بفرجيكم وزميلنا العزيز ده أنت اللي أروح عند ثائرة عربيات اللي معروفة كتير بتهديب الشماغات يلا صباح الخير يا ست الكل خلينا ندخل عندك حبيبة قلبي صباح الفل أهلا وسهلا أهلا أهلا حبيبتي أهلا أهلا كيفك ثائرة حياكي الله هلا فيكي ثائرة إحنا موجودين اليوم بمحلك اللي هو اليوم هو موجود وسط البلد في الصلت وأيضا هذا المكان جديد وإنتي ما زلت محافظة وتحافظين دائما على فكرة تهديب الشماغات عم نشوف السيدات كمان أمامنا عم بهدبوا الشماغات اللي إحنا نعرف قد أنت مشهورة بحفاظك على هذا التراث الجميل يا ربي تسلمي الله يسعدك أهلا وسهلا فيكم مدينة الصلت بسنتر مدينة الصلت ساحة العين هاي الساحة المليئة في العادات والتقاليد من ضمنها لعبة المنقلة وإحنا كدورنا كسيدات مجتمع محلي نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا ومن أهم العادات والتقاليد عندنا والحرف اليدوي المشهورة فيها مدينة الصلت اللي هو الهدب الشماغ السلطي المية بالمية تعرفوا أنه قمت بتدريب أكثر من 525 سيدة على هاي الحرفة طبعا كله تدريب مجاني وبالإضافة أنه إحنا بنعرض شغل 32 سيدة من هؤلاء السيدات اللي تمكنوا من هاي المنتج نعم ثائرة هون شغلة كتير مهمة بدي أحكيها لكل الأشخاص اللي بتابعونا اليوم أنت موجودة ليس فقط بساحة العين وليس فقط بالسلط ولكن أيضا موجودة على كل المنصات تقريبا وعم تتواصلي مع أكثر من مبادر احكي لك وين بيقدروا يلاقوا منتجاتك بالنسبة لمنتجات مهدبات الهدب موجودة في عنا صفحة اسمها مهدبات الهدب بالإضافة على أنه صفحتي الشخصية ثائر عربيات لكن إحنا بنسوق منتجنا بمواقع سياحية مثل العقبة فيه بغضوا من شغلنا على طريق الصحراوي برضو بغضوا من شغلنا فيه متاجر إلكترونية بتسوقنا كمان منتجنا بالإضافة للمحلات اللي موجودة في وسط مدينة الصلط مثل البراند شوب اللي تابع لمؤسسة عمار الصلط وبالإضافة للمحلات اللي بتبيح هاي المنتج الجمال اللي موجود هون هذا الرائع اللي عم بيستقبل كل زوارك نحكي أكثر الخلق الصلطية هو ثوب العروس للمرأة الصلطية طبعا الخلق الصلطية بتمتاز أنه هي أكثر زي أردني يمتاز ذو قيمة كيف ذو قيمة؟ نفس القماش نفسه مصنوع من قماش التوبيت الأصلي الإنجليزي تكلفته كثير عالية لأنه مأخوذ من دودة القز قماش طبيعي 100% طبعا بتمتاز في المرأة الصلطية أنه هو طريقة لبسه وطريقة ارتداها إلو بعطيها هيبة وقار وجمالية نعم ثائرة بدك تقولي لي اليوم السيدات اللي عم بيهدبن هذا إيش نوع الهدب اللي عم بيهدبوا الهدب الصلطي هم بيهدبوا الهدب الصلطي وإذا بدنا نحكي عن أكثر من نوع إذا بدنا نحكي عن أكثر من نوع من التهديب فيك تفرجينا أكثر من نوع من التهديب أو أكثر من طريقة أنت اليوم عم بتقومي فيها وهن موجودين عندك يعني مثلاً على سبيل المثال هون عم نشوف أنت هون اخترت الكروشي لحتى تخطيه على الاشماغ احكي لنا أكثر عن هذا الشيء بالنسبة لديمومتنا واستمراريتنا في عمل الاشماغات في عنا طبعاً ثلاث أربع أنواع للهدب في عنا الهدب البادية الأميري الملوكي طبعاً وفي عنا إحنا استحدثنا موديلات جديدة تواكب المرأة العصرية زي السكارفات زي ما أنت شايفة لكن الحلو في الموضوع عنا أنه إحنا أدخلنا كمان ستات ما بعرفوا يهدبوا لكن بعرفوا يشتغلوا الكروشي زي ما أنت شايفين بنضيفها لمسة جمالية على هاي السكارفات بتصير هدية بتناسب المرأة والفتاة العصرية نعم تائرة عزيزتي اليوم إيش أحلام سيدات الصلت بما يخص كل أمور التراث بما يخص كل هالأمور الجميلة اللي عم بتقوموا فيها والحفاظ على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا الهدف أو تمكين المرأة السلطية الحمد لله رب العالمين المرأة السلطية إلها شأنها وإلها قدرتها وإلها وصولها للعالم لكن إحنا بحاجة غير البرانتشوب وغير بيت خيرات السلط محلنا الجديد بالإضافة أنه التسويق طبعا رح يرجع على الحركة السياحية أكيد بعد جائحة كورونا إن شاء الله عن قريب الهدف التسويقي أكثر من هيك يعني إحنا بنسوق وموثومنا شتوي أكثر لكن المهرجنات توقفت البزارات توقفت برضو عملت عندنا عائق تسويقي نعم وعشان هيك إحنا عم ندعو بمناسبة الأعياد ومناسبة كل المناسبات الجميلة اللي عم نشوفها وعم نسمع عنها وعم بتكون موجودة حتى لو كانت بشكل بسيط الهدية وإنه نتذكر بعض هذا إشي أكيد رح يضله مستمر بيننا وبين بعض فخلونا نتواصل ونتحابب مع بعض بطريقة كمان نفيد دائما سيداتنا وكل المشاريع المحلية ثائرة شكرا جزيلا لإليك يعطيكي ألف عافية دائما بنفخر أنه أنت موجودة معنا وأنه إحنا بنكون حواليكي وهيك بنتواصل معنا الله يسردك وأهلا وسهلا فيكم مدينتكم مدينة الأوائل الصلط حبيبتي شكرا جزيلا وهيك برجع بسبحي مع غدا مع زملائي بالستوديو اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر شكرا